اشتركوا في القناة 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 مش عارف 55 أو 58 ألف درهم ولكن لما منتخب مصر ما عارفش يمشي من أبو ظبي وينتقل إلى فندق في دبي عشان يلعب مباراته مع زنبيا في دبي استمر فيه أبو ظبي وبالتالي اضطر ان المنتخب المصري يدفع 256 ألف درهم يعني حوالي 512 أو 515 ألف جنيه واللي دفعهم مش المنتخب اللي دفعهم رجل أعمال يودع نجيب رجل أعمال مصري اسمه نجيب في الإمارات الراجل ده عنده شركة سياحة والرجل يعني دفع الفلوس حبا في مصر حبا في المنتخب المصري ويعني سامع كده ان هو برضو كان فيه وعود من الشركة الهولندية اللي هي كانت بطرع المباراة أو اللي عامل المباراة ان هي هتردله الفلوس بعد انتهاء المباراة لما ياخدوا حصيلة تذكر المباراة وللأسف طبعا الحصيلة كانت ضعيفة جدا حصيلة إرادة الإرادة المباراة الحصيلة كانت حوالي خمسين ألف درهم ان الجماهير اللي حضرت كانت جماهير قليلة جدا ما تلقش أولا بمنتخب مصر ما تقدرش تجيب يعني منهم إرادة كويس ان الجماهير اللي حضرت كان عدد بسيط جدا 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 ففي مشكلة مش عارفة اتحاد الكرة هيغطي الموضوع ده إزاي دفع فلوس الفندق فيه أبو ظابي الرجل الأعمال نجيب ده هيسترد فلوسه ولا لا بعض المشاكل الكبيرة يعني مستر كوبر حيعمل تقرير وحيدين فيها اتحاد الكرة في تقرير رسمي وكمان مستر كوبر يعني بدأ يقول إيه كده مش عايز أقول بيهدد بالرحيل بدأ يقولك أنا بدأ أتزهق الناس مش ماشية بشكل كويس فيعني حتفضله كده لغاية إمتى ولو استمرت الأمور كده حيبقى الأمور صعبة جدا بالنسبة لمستر كوبر ده يعني كلام من ناس قريبين جدا من مستر كوبر وأنه هو بيعمل كمان تقرير رسمي هيقدمه الاتحاد الكرة وبيقول إن مستر كوبر عايز يمشي أو بيطلب الاستبعاد كل الجهاز الإداري في المنتخب المصري ده يعني بالنسبة لمستر كوبر سبع أعضاء من اتحاد الكرة بيطالبون بصاحب الإشراف على المنتخب من الكابتن حسن فريد محمود الشامي أحمد مجاهد سيف زاهر خالد لطيف عسام عبد الفتاح يعني شايفين إن في مشاكل كتير بتظهر في وجود كابتن حسن فريد موضوع الإشراف على المنتخب مش عامل نتيجة إيجابية يعني كابتن حسن فريد يعني مفيش نتيجة إيجابية أو في دايما مشاكل بتظهر في سفريات المنتخب أو معسكراته وبالتالي سامع كده إن في تكتل إن هم عايزين يسحابوا الإشراف ولكن خلي بالك برضو يعني بيني وبينكو كده لما بيكون في مشاكل الكل بيغطي على الكل الكل بيغطي على الكل يعني في مشكلة ومشكلة واضحة وإحنا قلنا كمان قبل ما المشكلة دي تظهر إن هيحصل مشاكل في منتخب مصر وفي عشوائية وفي فوضى وفي عدم تخطيط ومفيش سيستم داخل الاتحاد المصر الكرة القدم وإنهم يا جماعة اهتموا شوية خلوا عندكم مدير تسويق تفقلوكوا على المطشاط الناس عندهم خبرة زبطوا اللجان زبطوا اللوايح مفيش فايدة فالمشاكل موجودة فلما يكون في مشاكل موجودة الأعضاء الاتحاد مش عايزين الدنيا تتقلب على الاتحاد الكرة فكله هيغطي على كله اللي هيوضح القصة هو التحقيق اللي بيتم حاليا من وزارة الشاب والرياضة عشان يبين مين المخطئ في القصة دي وقدام في خطأ يبقى اتحاد الكرة كله بيتحمش مهما كان مين اللي أخطأ يعني مش عايز الناس تتنصل أو تهرب من المسئولية في خطأ ماليش علاقة بقى برئيس الاتحاد أو موظف في الاتحاد أو عدو مجلس إدارة الأخطاء دي موجودة ومستمرة ومتكررة فلازم لازم اتحاد الكرة يعدل من طريقة إدارته للكرة المصرية وأنا بقولها هو رغم أن يعني أنا حاسس كده بلا مبالا من الجامعية العمالي للتحاد الكرة الناس مش في دماغها الأندية ومراكز الشباب لكن احنا بنقول بقى كإعلام رياضي لازم الناس تعدل من طريقتها في إدارة الكرة المصرية أنا شايف أن الناس بتدير من خلال الحب من خلال الإعلاقات من خلال مصلحتي ومصلحتك دون النظر إلى مصلحة الكرة المصرية يعني عيب جدا لما منتخب مصر يروح الإمارات ويتبهدل البهدلة دي أولا ما يلعبش المباراة الأولى ثانيا بيدور على ملعب عشان يلعبوا والإخوة في الإمارات يعني بشكرهم طبعا الأشقاء الإماراتين المسؤولين عن نادي الجزيرة والمسؤولين عن الاتحاد الإماراتي يحاولوا يساعدوا منتخب مصر بشتى الطرق لكن احنا نفسنا كمصريين مش مساعدين المنتخب احنا المسؤولين بتوعنا مش مساعدين المنتخب وكل ما يكون فيه مشكلة يقولك لا 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 ما فيش حاجة خالص الموضوع بسيط جدا أنتوا فاهمين غلط فلازم يعني يكون فيه تفكير فيه أنا بقى ما احترامي للجميع أنا بقول إيه ما احترامي للجميع عشان الناس بتتلكك تقولك ده أنتوا بتهاجمونا أنا بيهاجم طريقة الشغل مش بيهاجم الأشخاص وبليش دعوا كل واحد في حياته الشخصية أو كل واحد حرف كذا لكن أنتوا مسؤولين عن اتحاد الكرة المصري المؤسسة اللي بتدير الكرة المصرية في كل حاجة بقى خلي بالكوا في الرعاية في مشاكل في مخالفات في إدارة المسابقات في المنتخبات الوطنية والفشل اللي احنا شايفينه عدم وصول أي منتخب في جميع المراحل السنية لبطولات أفريقيا حتى ففي مشكلة ظهرة حتى في تعينات المدربين حاجات كتير جدا داخل الاتحاد وبأن يعني تلق سنتين بنتكلم فيها وما حدش بيعني ايه مش فرقة مع أي حد عادي هم شغلين شغلين وما حدش بيحسبهم فما فيش مشكلة ولكن ولكن حييجي وقت حييجي وقت وحيبقى يعني خلاص في مشكلة كبيرة مش هتقدروا تحلوها وهي الكرة المصرية خلي بالكو ان اتحاد الكرة الحالي معظم أعضاءه مش مركزين مركزين في الانتخابات اللي جاية يعني أنا شايف فيه ندوات وفيه جولات لاتحاد الكرة أعضاء حاليين وأعضاء سابقين أو أعضاء حيخشوا الانتخابات القادمة الناس مش مركزة ازاي تحل مشاكل المنتخبات مش ازاي تحل مشاكل داخل اتحاد الكرة الناس مركزة في الانتخابات الجاية طيب انت اشتغل كويس دلوقتي عشان بعد كده الجامعية العموية تدي صوتها يا كده كده جامعية العموية هتدي صوتها لأشخاص معينين يعني خلينا نكون برضو ايه وقعين فهما حتى أعضاء مجلس الإدارة الحالين دلوقتي اللي بيعملوا جوالات وشغالين والكلام ده وبيروحوا للأندية وبيروحوا لمركز الشباب هما مش فرق معهم كيفية إدارة الكرة هما كده كده بيروح حاول يروح يكسبوا الصوت ويدمنوا ويعودوا ويعملوا قاعدة عرب ويقروا الفتحة ويقروا القرآن ويتفقوا على أن هما يديهم الصوت لكن أنا مفروض كعضو مجلس إدارة يعني في الدول بقى العادية اللي هي فيها شفافية وفيها مصداقية وفيها فعلا ناس بتيم انتخابها عشان تنجح المنظومة اللي هي داخلها مفروض أعمل ايه بقى كعضو مجلس إدارة أشتغل كويس دلوقتي أحاول أموت نفسي داخل اتحاد الكرة المصري أحاول أعمل شغل أحاول يكون فيه تفكير كيفية إدارة الكرة المصرية بشكل محترم وشكل جيد مش هروح بقى أقعد أعمل جولات مجرد عشان أعايز أكسب الصوت لكن طب أنا موجود هو في الاتحاد طب أشتغل وأعمل نجاحات عشان بعد كده الناس تديني صوتها لك احنا مش ماشيين كده في مصر احنا حتى في انتخابات مجلس الشعب يخلي بالكو احنا ماشيين ايه؟ كريم يعرف حسين وحسين ده ليه صوت انتخابي كريم عضو مجلس إدارة أو عضو مجلس شعب مفروض أنا أعمل في مجلس الإدارة أشتغل كويس أحاول أبقى أنجح مع زملائي في المجلس أحاول أخطط بما يرضي الله عشان أنجح لكن العكس فيحصل دايما في مصر كده في الانتخابات كله كريم يروح لحسين يقول له يا عم صوتك بقى وما أنا جيت لك وإحنا أخوات وما تقلقش لو أنت عايز أي حاجة الفترة الجاية هعملها لك وحديك دعم وحزبطك فالراجل اللي هو حسين أنا مفروض حيدي الصوت لصوت الانتخابي يقول له خلاص أبدا أنت جيتني وكبرتني أنا معاك في الانتخابات كريم دا بقى شخص كويس شخص بيعرف يدير الكرة المصرية شخص بيعرف يبقى عضو مجلس إدارة عنده مؤهلات عنده إمكانات مش مشكلة دا كل دا ولا في الحسبان هل هو دلوقت عضو مجلس إدارة ناجح هل الاتحاد ناجح كل دا مش في الحسبان اللي في الحسبان إيه اللي أنا جيت لك وكبرتك وخلاص أنا دا من الصوت من خلال العلاقات من خلال الدعم من خلال الفلوس من خلال الحاجات دي لكن أنا مفروض كالية صوت انتخابي سواء بقى أنا بتكلم ايه بتكلم عن مجلس إدارة اتحاد الكرة أو اتحاد الكرة وانتخابات اتحاد الكرة وقيس على كده بقى معظم الانتخابات في مصر أنا مفروض أخطار عضو مجلس إدارة أو أخطار شخص عشان يكون عضو مجلس إدارة من خلال شغله من خلال مؤهلاته من خلال إمكانياته لكن إحنا في مصر بنعمل العكس أنا أروح زيارة والإم الأندية في مثلا أروح المنصورة ولا أروح الصعيد ولا أروح في أي محافظة ألم الأندية وأقعد معهم وإنتوا حبيبنا وإحنا أخوتكو وإحنا هنزبط لكم الدنيا والدعم ما تقلقوش والحاجة اللي إنتوا محتاجينها والكلام ده فطبعا الناس يقول لك إحنا معاكم وإنتوا خلال صوتكو كذا وكذا وكذا فهو ده طريقة الانتخابات في مصر أو إزاي أقدر أكسب صوت انتخابي في مصر لكن الصوت الانتخابي مفروض أكسبه إزاي من خلال شغلي من خلال جهدي من خلال إمكانياتي وأقول لكم في مثال حي يعني في أعضاء مجلس إدارة دلوقتي موجودين في اتحاد الكرة ونزلين انتخابات الانتخابات اللي جاية اللي هتكون في 2016 مفروض أنا أقيم عضو مجلس الإدارة ده إزاي هل الاتحاد ده ماشي صح ولا لا هل المنتخبات نجحة ولا لا هل إدارة المسابقات نجحة ولا لا هل المعسكرات الخارجية هل طريقة إدارة الاتحاد بالكامل نجحة ولا لا وبالتالي أقدر أقيم الشخص ده أو عضو مجلس إدارة ودي له صوتي في الانتخابات اللي جاية أو ما دلوش لكن إحنا الدنيا ماشي عندنا بالعكس وللأسف وطول ما إحنا ماشيين بالطريقة دي عمر ما البلد أو حتى المؤسسات سي اتحاد الكرة هتتقدم هنفضل دايما محلك سر كده والعلاقات والوسطى والدنيا هي اللي ماشية وما فيش حد ما بتجيبش الشخص الصحيح في المكان الصحيح أو المكان المناسب طيب وزارة الرياضة بالطالب اتحاد الكرة بيقاف المسؤولين عن فضيحة السنغال أو موضوع السنغال سوز جمال العلم بيجتمع بمستر هيكتور كوبر بعد مباراة السوبر كان في كلمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر